نحكيه فيهم لكن بتبعى عندهم علاقة بشنا يصير في العالم والمواضيع الكل اتهمنا بأنهم معناها مواضيع علامية حكومة طالبان تعد بوقف التعليق المؤقت لدراسة النساء بتحقق الشروط معنا فهم الشروط المعاينة لازمهم يتحقوا باش إنساء ترجع تقرأ في الاتجاه هذي فهمت تفكرت كتاب كنت قريته لكني ما كملتوش يوصف بدرجة كبيرة الواقع في أفغانيستيه بالضبط كشف مسؤول أفغاني عن عودة متدرجة لتعليم النساء في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية في حال تحقق الشروط الشرعية وقال إنه الأمر هذا ينجم ياخذ عامين أو ثلاثة سنوات معناها عامين أو ثلاثة سنوات باش تتحقق الشروط هذي باش إنجموا إنساء يرجعوا يقرأوا في المراحل الثانوية والجامعية على خاطر هما تبقى يقرأ لكن في مرحلة جوزة الابتدائية حتيكش للسيزيمانية وبعضيك تقفل الدراسة متاحهم وإلا ينجموا يمشيوا كما نقولوا نحن قبل دار المعالمة اللي عنا في تونس كين تقبل يمشيوا يقرأوا في حاجات هكاكة دانك أكد وكيل وزارة الإعلام والثقافة لشؤون الشباب في الحكومة الأفغانية بباك بالأخبار هذي تكلموا هما في الشارع الأفغانية يحكيوا على انفتاح ومعناها الحكومة الأفغانية قاعدة تقول أنا نحن ولينا منفتحين أكثر على الحاجات هذي ودجا معناها يقرأوا هما لنساء وقشوا والمشكلة اللي حتى كتحل اليوتيوب تشوف أخطنينا في الوشيرش المتاعي حالية اليوتيوب حابتنا نشوف معناها الشارع الأفغانية في الحكم من الطالبين كيفاش قاعدين يعيشوا كل دون قاعدين نعموا في ديفلوك وقاعدين استدعووا في العبيد وقاعدين استدعووا حتى في العبيد اللي تخدم تعمل ديفلوك ومستنسة تسافروا كل وتقول لهم يجيوا وشوفوا الطالبين معناها الحكم الجديد في طالبين ويجيوا وشوفوا أفغانستين كيفاش وليد منفتحها على العالم قاعدين هما في تصورهم هما فيما تطور جيد جوست حتى في انه جوست يخموا انهم اللبنات ترجعوا يقرأوا كل قال انه قرار استئناف الدراسة بشي ياخذ في الحسبين تعديل المناهج الدراسية تهيئة الاماكن الملائمة وظروف انتقال الطالبات من البيت الى المؤسسات التعليمية فضلا عن انضباط سلوك النساء بالمنهج الاسلامي هذا كل شي ياخذوه في الحسبين وكانت المدارس والجامعات سكرت قدام اللبنات في وقت فترة الحكم الاول للطالبان قبل ما تصير الحرب مع امريكا وكل من عام 1996 حتيكش لعام 2001 لكن قيادة الحركة بقى قبل العودة للسلطة للمرة الثانية رينا كيفاش عادت طالبان للسلطة رينا حتى معناها ابنية كيفاش معناها المشاهد وقتها عادت معناها طالبان للحكم انهم كيفاش العباد معناها متعلقة في الطيارات وتحب تمشي معناها الامريكا وتحب تهرب من معناها الافغانستين بشتى الطرق وكانوا اكدوا في مناسبة مختلفة انهم بش يسمحوا للنساب الدراسة وتعليمهم كانوا اعطوهم وعود في المنهج هذية لكن بعد فترة قصيرة من توليهم الحكم في المرة الثانية الاخرانية هذية اصدر زعيم الحركة قرار بمنع النساء من مواصلة الدراسة بعد الصف السيد السم الابتدائي لكن طويقا تراجعوا في القرار هذي وقالوا لنا نحن بش نعملوا وعود معناها مش قرار نهائي هو وعد ينجم يتحقق بتبيع ينجم زدا ما يتحققش لكن كان توفرت الشروط ومن الشروط زادة انه كان المرأة معارسة لجم الرجلها اللي هو يعتبر الولية متاحة يوافق ان هي تدخل معناها تقرأ وكل وكان هي ماشي معارسة ولي متاحة ابوها والعزيزها اللي هو معناها كيف كيف اي واقفق معناها ماش بالمعنديش الحرية انها هي تخمم انها تمشي تقرأ لكن بالموافقة الشرطية متاع الولية متاحة واضاف المسؤول انه يجري حاليا دراسة الشراءة والظروف ومنها المنهج الدراسي غير المرأم وهو يعتبر انه المنهج الدراسي لتاويكا معناها قاعدين يعتمدوا فيه غير مرأم للنساء وتكيف التخصصات معناها بش تكون التخصصات عندها علاقة بالنساء مثال فاما تخصصاتي قولك ليرا ينسي معانديش الحق شرطة معانديش الحق معانديش الحق معانيها وانا فروشيرش متاعي كيف كيف نرقى مثال معناها هو عطاء اكزامبل الطبخ قولك نسيها مثال تنجم تنمشي معانيها اي حاجة فيها ذكورية تنجم تنفع المجتمع الذكوري قولك ميسيرش نسمحوا بها لكن اي حاجة فيها معانيها انفتاح المرأة وكل يقولك ليرا يدي ماش ملئمة للنساء معانو انو هيكلة التعليم بيش تكون جوست معاناها بناء على مجتمع ذكوري بالاساس نحكيه في افغانستين تويكل نحب نحكي عليها انو تسعين الف امرأة يخدموا كمعالمات لكن كمعالمات من نسيكها ويعلموهم زيدا كيفيش معاناها الاخيق هدا كي قريتها ظهرت لي بزار شوي يعلموهم حتى كيفيش يتصرفوا معارجينهم ولا كيفيش معاناها يكونوا نسيك معاناها الكلمة اللي ينا قريتها محترمية معاناها في داخل البيت متاحهم ونرقوا زيدا عشرة الالف في قطاع الصحة على خاطر يقولك اللي هو نسيك يتمشي القطاع الصحة لازم امرأة تكشف عليها كالمرأة مش راجل اللي يكشف عليها مثال نحكيه على كينو جينيكولوج ولا اللي هو لازم تكون امرأة مش راجل ومئات في قطاع الشرطة لتفتيش النساء فما برشة في الشرطة معاناها في افغانستين مهمتهم انو نخافتها حتى في ايران حتى في ايران فما نفس الحاجة اللي هو ميثير كالمرأة مش لابسة حجيب ولا كالمرأة تدور في الشارع مش حسب الشروط حكيه على شرطة الامر بالمعروف ونهي على شرطة الاخليق الحميدة حكيه على حاجة زادة اخرى قال راهو في القانون هادية راهو فما عاليش نسي معناه في التصريح متياه قال عاليش نسي مثال يقرأوا تاريخ الثورة الفرنسية بيش بش تنفحهم الحاجة هادية هذي هو الاخبر هذي وعود بانه نسي بش ترجع تقرأ في افغانستين نعطيهم صحة هذي الاخبر الثاني نمشيه للأفريق السينيقال توشكل لجنة لمراجعة عقود النفط والغاز هو نعرف الرئيس الجديد اللي طلع في السينيقال بعد ما صار نوع معناها من انه ثورة صغيرة على الرئيس اللي كان موجود الرئيس هذي الجديد اللي طلع نرقبه كان في الحبس ومن الحبس دي ركتموه ومعناها تحكي برشة كليم انه من الحبس يقولك راهو من الفرش متاعه متاع الحبس الى كرسي الى اللي هو بسيغو ديومايت فايل وماكيسال انذكره وكان مع تجد فترة حاب يوخر الانتخابات الرئاسية الى اجر غير معاود لكن السينيقال البلاد فيها مؤسسات فيها مجلس دوستوري مع تهيئة دوستورية قالت له تعمل انتخابات وتحترم اجيل خروجك من الوحب هذيك عليش معناها من الضروري انه تكون في الدول اللي تحترم معناها الاجراءات وكل انه تكون فما مؤسسات هذي قيمة المؤسسات قيمة مؤسسات مركزة ومؤسسات دوستورية لمراقبة معناها المؤسسات الاخرية مش تكون فما توازن بين الناس قال رئيس الوزراء السينيقالي عثمين سانكو للتلفزيون الوطني انه السينيقال شكلت نجنة من الخبراء هذي اهم وعد وعد به الرئيس الجديد الشعب انه بيش يعمل لجنة من الخبراء وتنفذ الوعد هذي في قطاع القانوني والضريبي وخاصة الطاقة لمراجعة عقود النفط والغاز والعمل على اعادة توازنها بما يخدم المصلحة الوطنية وامر الرئيس باسيرو فاي اللي حكينا عليه اللي معناها كما قلنا اهزم مرشح تليف الحاكم بانتصار سيحق في مارس بمراجعة قطاعات النفط والغاز والتعدين بعد توليه المنصب متاعه وقال راه وقتها ان اتفكر انه افريقيا قاعدة تتبدل خاصة ان نتفكروا في الوقت هذي نفسه بالضبط عام نيو 2023 شني صار راه في النيجر وشني قال راه وشني كيف يش قالوا راه ومعناها مثيل فرانسا قعدة تيخذنا في النفط متاعنا قعدة تيخذنا في اليورانيوم متاعنا وكل هو يقول راه وبرشة بلدين اخرى كل إفريقية قادة تتغيروا راهوا القرارات اللي تخذت قبل وخاصة العقود اللي معناها متعد دكتورية القديمة راه يلزمها سيئة معناها هذه فترة ويزمنا نتعديوها وتعاهد بإعادة التفاوض على شروط العقود مع المشاغلين خاصة الجانب في البلاد في السينيكال إذا كان لزم الأمر وما أعلنتش السلطة تفاصيل حول التدقيق ولا تحدي الحيثيات متع الخطط هذه لإعادة التفاوض لكن قال راه مانش بش نقلوا بنفس الشروط وراه بش نتخرج أمر رئيسي معنا نحي به الحاجات اللي راههم هنا معناها ديزي كيليبري ونعاود نعملوا مفاوضات جديدة وقال زد إنهم يلتزموا بوعدهم للشعب السينيكالي بالعودة إلى الاتفاقيات هذية المختلفة لإعادة دراستها والعمل إلى إعادة التوازن بما يخدم المصلحة الوطنية بشكل واضح قال راه مش من المعقول إنه بلاد غنية معناها بين المعادن وكل لكنها معناها في خط سينيكالي النجم تقول مش تحت جيسر خط الفقر لكنها في خط الفقر والنجم ونحن الغسي كلاجم تاع الاتفاقيات هذوما بما يخدم المصلحة الوطنية وأضاف إنه اللجنة بش تكون لديها الموارد الكافية للنظر في العقود وتوظيف خبراء من الخارج كان يلزم الأمر لكنه ما حددش الوقت اللي بش تستغرقوا العمل ليه هذية هذية دونك السينيكال اللي قاعدت تعاود تهيكل في الجسيون تاع الموارد المتاحة طالبين اللي عاملتم زيه معناها عن سير بترجحهم يقرأ وقام بشوروت هذو شو ما اللي صير في العالم شكرا لك يسين حافي أحنا بعد شوية شكون ضيفتنا اللي ثيثة معنا بالهيت في خولة بو كريم حول صحب الاعتماد